اذا وقعت سبع مرات فقف في المرة ثامنة كل بطل دي حكاية وانت قادر تكون بطل حكايتك صباح الخير صباح التفاقل صباح كل حاجة حلوة على مشاهدينك يرام النهاردة انا جايلكو ففقرة جديدة وموضوع جديد وهنتكلم بانوان الوصول للاحلام اي حد فينا عنده حلم لازم اللي انت تعرف اللي انت اي حلم لازم تسعلي النهاردة هكون معاكم نهلة البطرون ففقرة جديدة وموضوع جديد انتظرونا النهاردة هنتكلم عن حاجات كتير متنوعة فقرتنا هنتكلم عن جزئين اول جزء الجزء السلبي وتاني جزء الجزء الايجابي علشان ننهي كده ونبقى مش تقل على حضراتكم الجزء السلبي الجزء السلبي فيه ناس كتير قوي حوالينها بتتكلم معانا وبتحبتنا في كل خطوة بناخدها اي حاجة بناخدها بتفضل تقولنا انت شايف اللي انت هتنجح انت شايف اللي انت بتعمله ده يعني هتوصل لحاجة معينة لأ طبعا ده دنيا كلها ماشية بالوسائط انت دراتي محتاج اللي انت تشتغل على نفسك كتير قوي في الاخر كل ده هيطلع هادر لأ احنا لازم نعرف مع بعض انه ده غلط انه احنا ماينفعش نشوف الحاجات السلبية واللي احنا نركز عليها انا يا جماعة محضرة حاجات كتير او احنا هنسيب كل الورق وهتكلم معاكم بطريقة يعني شخصية شوية هتكلم عنكم على امثلة كتير تعالوا نبتدي بمثال الاول مثال يا جماعة عن شخص هو كان حد ناجح جدا في المجال بتاعه ومجال العمل كان بيتكلم على حاجات كتير جدا هو كان بيعملها وكان بيشتغل على نفسه كل ما يمشي وياخد خطوة لقدام يلاقي كل الناس بترجعه وراء طيب هو عمل ايه؟ الولد ده يا جماعة او الراجل ده كان من انجح المزعين في الفين واتناصر كان ناجح جدا في عمله وكان كل ما ييجي يحاول الهواء يكون احسن يلاقي ناس كتير قوي بتحبطه وبترجعه الوراء جيه في الفين واتناصر كان ما ياخد ماسى الله من اسطر المزعين في سنة الفين واتناصر بعدها مفروض الهواء يثبت على حلمه لكن هو رجع الوراء من كتر الافكار والحاجات المحيطة به السلبية طيب ده كان الفكرة بتاعتنا الاولى بتاع حلقة النهاردة وكنا بنتكلم على الجزء السلبي الجزء الايجابي لما دلوقتي انت تكون عارف وقصك من نفسك وعارف انت بتعمل ايه وعارف اللي انت بتشتغل على نفسك وبتعمل حاجات كتير جدا تعالوا برضو نتكلم على مثال حي احنا بنشوفه كل يوم في حياتنا الناس اللي بتشتغل على نفسها الناس اللي بتحاول اللي هي تسعى في حاجة معينة انت دروقتي عندك حلم اي حق مين فينا مش عنده حلم يا جماعة اي حد فينا عندك حلم انت عندك حلم انت عندك حلم انا عندي حلم كلنا عندنا احلام مفروض اللي احنا نعمل ايه مفروض نشتغل على نفسنا كويس قوي مفروض اللي احنا نعرف كويس قوي احنا عايزين ايه ونحدد احنا عايزين ايه انت دلوقتي قاعد مع نفسك حاول اللي انت تشوف اي حاجة محيطة بيك سلبية وتبعد عنها نقول مثال تاني سريع هنتكلم عن بنت كان نفسها طول عمرها اللي هي تطلع دكتور أو تطلع دكتورة بشرية وكان كل ما تيجي تعمل حاجة كيف تلاقي حاجات كتير قوي بتوقعها كل ما تيجي تطلع لسلمة قدام تلاقي أفكار وحاجات كتير قوي بتيجي قدامها لكن ربنا قال إيه؟ ربنا قال اسعى يا عبد وأنا أسعى معك البنت دي حاولت اللي هي كتير قوي تقع بس حاولت اللي هي كل ما تشوف حاجات بتوقعها تيجي على نفسها وتحاول تكون أحسن حاول تكون زيها حاول اللي انت تعمل زي اي حد ناجح حاول اللي انت تبعت عن اي افكار سلبية لما حد يجي يقولك انت فاكر يعني اللي انت هتنجح قوله اوه هنجح قوله انا هقدر قوله انا ناجح قوله انا بسعى وهسيب الباقي على ربنا ربنا عمره ما هيضيع تعب اي حد وربنا دايما نواقف معك احنا يا جماعة دلوقتي عايزين نتكلم على يعني فيه مقولة بتقول وقال لا وقال لا الانسان الا ما سعى وقال لا الانسان الا ما سعى يعني ايه يعني دلوقتي انت لازم اللي انت تسعى وتعمل كل حاجة في مقدرتك علشان تسيب الباقي على ربنا ما تجيش في مرة تقول انا لأ انا دلوقتي انا مشتغلتش على نفسي فانا اندم على حاجة زي كده او اتضايق من نفسي اعمل اللي عليك حاول تقرب من ربنا حاول تشتغل على نفسك كتير جدا حاول تثبت على حلمك مش اول لما تنجح تقول انا خلاص نجحت فانا هعمل ايه تاني حاول اللي انت بتعمل كل حاجة ايجابية لنفسك انا عايز اقول لكم على مثال فريع على حاجة حصلتلي شخصيا انا هي جماعة كتير قوي من اصدقائي واللي حوالي بيحكولي اللي فيه ناس حواليهم بتحبطهم كتير جدا فيه جزئين من الناس اللي كنا بنتكلم عليه في اول الحلقة الجزء الاول كانوا بيقولوا اللي انا دلوقتي كل ما يجي حاول اكون احسن الاقي حاجات كتير قوي بتوقعني فانا خلاص كده انا مش عايز انجح عافوا انا مش عايز انجح بس ده ما ينفعش زي ما قولنا في اول الحلقة وهقول تاني هقول كذا مرة علشان كل اللي بيشوفنا كل اللي بيسمعنا دلوقتي يعرف معانا اللي هو يحقق حلمه كف وامشي في حلمك هتوصل الحاجات الشخصية اللي انا بسمعها من كتير قوي من زمالي على اللي حواليهم وبيوقعوهم دايما انت لو سلمت لهم ودنك او لو فضلت اللي انت تسمعهم كتير عمرك ما هتكون احسن عمرك ما هتلاقي اول سلمة لنجاحك وتقع منها وخلاص تستسلم عمرك ما هتنجح حاول تكون احسن حاول تكون افضل وحاول اللي انت دايما تشتغل على نفسك وبرضو يا جماعة عايزين اتكلم في موضوع كده عن حاجة يعني لازم كلنا ناخد بالنا منها لازم نعرف كوي تقوي اللي انت مش دلوقتي لما بيحصل اي حاجة في الاجواء اللي حواليك زي الفترة بتاع الكورونا اللي عدت اللي انت خلاص كده ربنا بيوقف لك طريقك للنجاح لأ هو انت ممكن تستنى وهتلاقي الدنيا بتتفتح لك ممكن تلاقي كتير مننا فترة اللي فاتت وقت الكورونا لأ انه كتير قوي في حاجات بتقفل اشغالات بتقفل حاجات كتير قوي هي يعني دلوقتي انا مش الدنيا مش شغالة زي زمان كله بقى قال يعني معظم الناس قاعدة تقول لأ انا خلاص هوقف لأ انا خلاص مش اشتغل لأ انا خلاص مش هعمل اي حاجة مندي لكن انت لما تسعى حتى بينك وبين نفسك وتقول لأ انا لازم انجح لأ الفترة بتاع الكورونا دي حاجة من عند ربنا سيوها على ربنا لحد ما تعدي الفترات اللي في حياتنا اللي كلها زي الامثلة اللي بدناها على الكورونا واكتر منه كتير امثلة دي كلها فترات وهتعدي دي كلها حاجات انت لازم ربنا بيحطك فيها علشان تعرف ايه هو الاحسن اي حد فينا دلوقت عفوا اي حد فينا دلوقت فيه اشخاص بتعرضوا في نجاحه اي حد فينا فيه حد بيفضل واقف جنبه ويفضل يشجعه ويفضل يقوله انت قدها انت كويس انت احسن هما دول الناس اللي احنا نقرب منهم اي حد فينا بيفضل يقولك لأ انت مش هتنجح لأ انت مش ساطر لأ انت عمرك ما هتكون احسن ابيت عنهم قلوا انا هعمل اللي عليا قلوا انت عملت ايه اسأل كده اي حد من اللي حواليك قلوا انت عملت ايه او انت عملت ايه هتلاقي اللي انت اللي بتشتغل على نفسك وكل اللي حواليك دول مش بيعملوا اي حاجة ايجابية خالص يا جماعة يعني انا مش بنقول اي كلام وخلاص ومش حابين اللي احنا نتكلم بشكل يعني مش واقعي او غير واقعي بس احنا حابين ننزل على ارض الواقع حابين نعرف كلنا انه ما ينفعش اي حاجة تحبتنا ما ينفعش اللي انت او انت علشان ما جبتش مجموع فالسنوية عامة يبقى مش تخص الكليل لتعجبك ما ينفعش انت او انت علشان لقيت كذا سلمة واعتمن عليها اللي انت تستسلم الاستسلام ده مش هيوديك لاي خطوة كويسة الاستسلام مش هيوديك لاي حاجة ايجابية هتعملها يعني مش عارفة والله اقول ايه ومش عارفة اللي انا اتكلم في ايه على الناس كتير قوي اللي بتحبتنا وعلى الناس كتير قوي اللي بترجعنا الورا لازم نبعد عنهم يا جماعة الإحباط ده مش هيودي لأي حاجة إيجابية يا جماعة ابعدوا عن الناس اللي بتستغل على نفسها إحنا دلوقتي حابين نتكلم برضو على حاجة بسيطة حابين نتكلم على اللي إحنا إزاي نحاول نعمل حاجات فترة الجامعة هنقول كده في سكل سريع قبل نهاية حلقتنا أو نهاية فكرتنا النهاردة دلوقتي أنت في فترة الجامعة لازم تستغل على نفسك ولازم اللي انت تعرف كويسة قوي اللي انت تشتغل وتحمل كل حاجة كويسة علشان بعد التخرج إن شاء الله تحقق كل حاجة نفسك فيها للأسف هي الرابط فكرتنا دخلت النهاردة كنت معاكم نهلة البطران في برنامج حكوينا هجيلكوا إن شاء الله كل مرة في حلقة جديدة وموضوع جديد واستنونا ويريد تكونوا استفدتوا معنا وقبل ما نهي حلقتنا حابين نعرف مع بعض المقولة السريعة اللي بتقول اسعى يا عبد وأنا بسعى معاك طبعا دي كلنا عارفينها بس لازم كلنا نكون مركزين فيها ولازم كلنا نكون حطينها في دماغنا لازم نكون حطينها في دماغنا ولازم اللي احنا نشتغل على نفسنا كتير جدا شرفتوني وبسوطة لأنا كنت معاكم وكنت معاكم نهلة البطران تلام عليكم شكرا شكرا شكرا